انتشار سريع لمتحور كورونا الجديد أوميكرون تشهده بريطانيا. السلطات البريطانية حذرت من الانتشار السريع للمتحور متوقعة أن يصبح أوميكرون السلالة المهيمنة من الفيروس في أنحاء بريطانيا بحلول منتصف الشهر الجاري. وتشير البيانات إلى أن أوميكرون أكثر قدرة على الانتقال بسهولة مقارنة بباقي سلالات الفيروس. وتوقعت السلطات أن تشهد البلاد تسجيل أكثر من مليون إصابة بالمتحور أوميكرون نهاية الشهر الجاري في حال استمر الوضع على ما هو عليه. ما نشهده حاليا هو تزايد سريع في عدد الإصابات بالمتحور الجديد وأرى أنهما لم يتخذ الجميع الخطوات المطلوبة ويتلقون الجرعات المعززة من اللقاح ضد كورونا فإننا سنشهد أعدادا هائلة من الإصابات في مجتمعنا. علماء بريطانيون حذروا من أن جرعتين من اللقاح ضد كورونا قد لا تكفيان للتصدي لتفشي أوميكرون وشجعوا السكان على الإسراع في تلقي الجرعة المعززة من اللقاح التي من شأنها أن تؤمن وقاية من أعراض الفيروس لـ 75% من السكان. ما نراه من خلال بيانات وكرة الأمن الصحي بشأن اللقاح هو أن بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر عن تلقي جرعتين من اللقاح تبدأ فعالية اللقاح في الدضاؤل. ومن هنا تزايد احتمال الإصابة بالعدوى. وتظهر البيانات أن الجرعة المعززة من اللقاح تمنح فعالية بنسبة 70 إلى 75% ضد أعراض الفيروس. وفي ظل التفشي السريع لمتحور أوميكرون سواء في بريطانيا أو في عدد من دول العالم يرى خبراء أن أخذ اللقاح بالطريقة المصابها قد يكون السلاح الوحيد المتوفر للتصدي لانتشار المتحور على نحو أوسع وأخطر في العالم. اشتركوا في القناة